يا رب إن في صوتي دعاء وفي قلبي أمنية وفي كياني ثقة بك وفي شعوري راحة نفس لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك ولكن ندعمني بالاشتراك وتفعيل الجرس لك لأتي جديد act when you are a app of 860 كما تدربت لكم الفيديو ويضربت لكم حالة ويضخ على المشاهدة كما تدري لكم القيامات لأيضا هاتف جديدوكم التي تهدوكم الفيديو تقليديو مجمسة بكثرة شباب جميعا على بالي سوف يعجبكم جميعا يقولون لتحديات يعجبونها الجداوي الملاح الحصالة مليحة كيفية نديرو باش نلمو دراهم كيفية نجيبو المسارف باش نعمروا هاد الحصالة هل غنقول لك احبيبسي ما تنسيش كاسكت على القهوة وتبعي معايا الفيديو من الاول حتى تسالي راه فيه هنا صائح بزاف فيها افكار بزاف وجبت لكم مشاريع لبنات هكا باش نفهمكم غاية مشروع ساعة اليوم برأس مال قليل خادي الدخلي مبلغ لا بس به ارغم ما نطولت عليكم ان نروحو نبدو في المشروع التعنائة عنها اليوم اكيد حبوبتي كما تعرفوا اي تحدي لازم نديروه لازم يكون فيه دراهم سواء كانوا دراهم كما نقولوا حناية الكاغت ولا هاد ال اوراق نقدية ورقية ولا اوراق نقدية العادية ارغ لازم لكم دراهم كيفاش تديري دراهم حبيبتي اول حاجة ننصحك بها انك تعولي على روحك الخدمة ماشية الانسان يسعى في الخير وما دام تسعى في الخير اكيد ربي غادي عينك مهما كان الانسان مهما كانت الظروف ساعه يسيه باش يتحدى هادوك الظروف للاحسن يتحدى انه يطور من حاله يطور من نفسه هكا باش اي تحدي يدخل فيه يكون عندها الشجعة انه يكمله للاخر تحدي تعنات عنها اليوم غادي نديروه بمبلغ اقل انا نقولكم ونأكد لكم اقل من 50 ميل غادي تبدي وديري مشروع راس ميل تاعه اقل من 30 ميل ولا اقل من 50 ميل بالصح هذا التحدي اللي بنات غادي دخلكم المبلغ اللي غادي تحطوه مثلا اه خسرتي في هذا ولا ضيعتي في هذا المشروع تاعك 50 ميل او غادي دخلي 150 ميل ربح فهمتوني الشيرات ايه ما نطورش عليكم درت لكم شفية سيسبنس انا نروح مباشرة للمشروع تاعنات عنها اليوم اه شوفوا الشيرات بالنسبة الناس اللي ما تبغيش الهضراء بززاف غادي نقولكم انا نفهم في البنات المبتادئات كي نسبة الذكاء تختلف من انسان الانسان كي لي استوعب الفكرة بالخف وكي لي لازم نفهمهم اغاية مشروع تاع اليوم غادي نحتاجوا فيه قطعة تاع الخيش هذا بالنسبة إلى هدا الخيش اللي بنت ثقافوا يتبع عند البيعه لوازم الخياطة هذا يتبع عبارة على شكارة شكارة تلقوها عند البيعه مثلا البن اللي هي القهوة حب ولا اللي يطحن القهوة كين في العيون كين بزاف هادو اللي يبيع القهوة ولا عند الفلاحة تلقوه بزاف يدرو فيه القمح ويدرو فيه مهم هذا عبارة على شكارة إلا بغيتين مشروع التاعك يكون ناجح من يوم في المئة رحي عند هادو الحوانيات ويجيبي هادو شكارة على الخيش باش تخدمي بها المشروع التاعك سعان هاليوم وبالنسبة لبنات اللي متوفروش ممكن تروحي تشريه لكن شوية ثمنتعة شوية مرتفع عند اللي بيعوا لوازم الخياطة غدي نحتاجوا ثاني المقس غدي نقولوا لي هاو شكارة الخيش والمقس غدي نديرو فيهم قلكم غير صبروا غدي تحتاجوا لهذا الكوردون لبنات غدي نوريهم الكون دروك غدي تلقوهم عند اللي بيعوا سوالح الخياطة روحو عند اللي بيعوا سوالح الخياطة وهذا القالون لبنات انتع الكابيل تلقوه أشكال وأنواع شو فوراهم كايين لي كاليتي دعمها علامة المهم انت هي خيري الحاجة اللي تكون شابة وفي نفس الوقت أكدي لي على تكون شوية خيصة هنا يا نصيحة مهمة بزاف إلا كنتي تياح بيبسي أول مرة غدي تخدميه وسبحتي الفيديو التاعي غدي نعطيك ملاحظة مهمة بزاف إلا بغيتي كما نقولوا تشوفي استلعاء تتمشى ولا تشري زوج ميترات من كل حاجة مثلا هذا هذا اللي راني نوري لكم فيه ره يلحق ما بين ربعالاف كايين يبيعوا خمسالاف المهم للمترة وهذا الثاني اللي يجي سامبل هذا تلقوه طروة ميل أنا عن نفسي اللي بنت لقيتها هي تبع طروة ميل لمتر وهذا اللي بنت هذا ره رخيص تلقوها تلتالاف والألفين وخمسمية اللي هي 2 ميل 5 المهم حبوباتي كي غادي تديري نسية غادي تشري من كل حاجة زوج ميترات زوج ميترات زوج ميترات حالو كي نقولو احنا يطروة ميل فوا 2 غادي تحلك 6 ميل كي تقولي 4 ميل فوا 2 ستادير 2 متر غادي تحلك 8 ميل كي تديري هادك 2 ميل 5 فوا 2 غادي تحلك 7 ميل لماكسيموم غتلكم ما غاديش نفوتو فيها 30 ميل كي مشتو معايا وبالنسبة للشكارة إلا سقسيتونوا على الثمن تحها لبنات شكارة ستدير ستلاف وكي يحسبها بديميل إذا كنت معرفة تشريع لي خليها لك ستلاف كي يمدوها باطل غير دروك يتحلبوك شوية أو لو يبيعوها المهم شوفوا لبنات هذا نموذج اللي كنت خدمتها بهاديك شكارات على الخيش ستقوني لبنات هذا النموذج و هذا النوع من هذا المشاريع يتمشى بزاف بزاف كما تعرفوا نايرها على الأبواب ألوك بروفيتو لكازيون سيختو دروك ما زال كما نقولو ما زال باقي نورمال مو باقي دو مو باقي أموا يدميها كالمو هم مديرو شعليا بروفيتو انتو ما خدمو دروك مثلا خدمي ربعة وحطيهم عندك شحانوث شوفي خوك يحط لك ولابوك ولا راجلك ولا أعلاش الله حطي عنجاركم حطي إلي تمشيو لك على بل يتمشوا بزاف سيختو هادو هادو تعل خيش لبنات يتمشيو بزاف على خاطر ثمنتهم رخيص سوف نذهب لكم للخدمة شوفوا بالنسبة للقالون اللي راكم تشوفوا في هاداك اللي في شوشات هاداك راح ما مبال لبنات سربوع مترا ملحق نهاش دلنا غيف الكوتي تاع الأمام ومام الزاوية شوفوا لبنات دلنا غيف الكوتي تاع الأمام معناها مروا مديروش ديرو غيف لافاصات فهمتوني الشيرات وبالنسبة لهادك الكوردون انا درت لكم هنا بها بابيونات انتو هم ممكن تكتبو اسم البنت الى خدمتو سير كوموند ان شاء الله تكونوا فهمتوني كما راكم تشوفوا قدرزو نشتاع النماتج هذا حجم التاعجي شوية صغير وهذا شوية كبير وبالنسبة للتزيين ايسيو تنوعوا كما تعرفوا اصلا الانسان كي جي شي يبغي تباحك حاجة تكون شابة حاجة ديرو حاجة قيود حاجة اعتيري لكولك كما تعرفوا لعبو عليهم غاية هادي هي هادو غادي تقولوني كيفاش احنا غادي نسوقوهم غادي نقولكم غادي نعطيكم مقاعد تفاصيل ما تخموش وبالنسبة للطريقة كيفاش تخدموهم هاني حاطتها لكم في قناتي بالتفاصيل موميل غادي نخليها لكم في اخر الفيديو تدخلو تلقو كل شي باللي فهمتوني شيرات المهم كي ما قلت لكم هادي كلاش كارا حجم التاحها كبير خدمتلي عشرة من هادو تاع الخيش شوفوا لبنات شيريتها بسيم ميل خدمتلي عشرة غادي تقولوا لي هادي كما هاكاش حلم بيعوها هادي اللي بنات تحسبوها من 20 ميل حتى 20 ميل شوفوا كاعت بيعوها 20 ميل راكم بالفايدة على خاطر ما تكلكم ما تديش قاعد قاموا بززاف كما راكم تشوفوا غي حاجة تزين فقط و تديلكم ثاني الشمع تاع البيستولي كما تعرفوا راهي يدير ميل تانك حتى الديو ميل حبا توما سيوترو كونتيتي كبيرة هادي بالنسبة للنموذج الاول اللي غادي يكون تاني مشروع مر ربح للناير ثاني كما راكم تشوفوا هذا هذا غادي يكون عفوا شوية مكلف غادي تقولوا لي كيفاش غادي ينقلكم سبع معي دكتور فاهموا هادو بالنسبة لهذا القفيفة هادي لبنات انا يا شريتها ما ما خدمتهاش و احنا هنا في وهارا عدنا شوية غالية عكس بعد المناطق يبيعوها شوية رخيصة فهمتوني لبنات انا هاذا القفيفة خلصتها 20 ميل وهي درو كونت شريها غادي تلقيها 20 ميل بخير تقول حياتا الحالية يمثل في هاد المشاريع و بدكه و نتحدث بهذا المشاريع و نحن نستخدم هذه القفيفة هادوها هادو لديهم دو موديل قليل صغيرة و قليل موين انا نستخدم المل ميل اتطاق بادي توقف هذا القوانتة انا ننصحكم كمو بتاديي اد شرو و راح ثلاث حباترابعة و سيشوفوا الى دارتالكم و انا تمشت لكم غاية تقعد لكم بالفيداء هنا كما رأيكم تشاهدون تقريبا 4 متر كما رأيكم تشاهدون ودرت من تحتها ثاني وهنا يدرت هذا البابيون بالحشية لا يمكن لبنات تكتبوا اسم البنت ولا إلا كان عندكم سور كومون ونعاود باش ما ننقش نفس التعليقات وفي اليدين لبنات ثاني درت الحشية 8000 ولا 7000 بوبينة كبيرة بالنسبة للسعر تحت القفيفات لبنات سوف يدرون 50 ميل حتى 60 ميل وكاين حاجة واحدة أخرى قبل ما ننساها كاين حتى الغرابي لذلك الصغير الغرباء الصغير ثاني تقدر يتشريه وتغل فيه ثاني يتباعوا 40 ميل يتباعوا 70 الف سوف تقولوا لي طريقة التسويق حبوبتي قلت لكم رحي عند كاش روضة تكون قريبة لك عرضي الفكرة على صاحبة الروضة وهي أكيد تعرضها على الأطفال الأطفال يقولوا والديهم فهمتوا لبنات ولا رحي للكوليج المدرسة اللي قروه فيها وليداتك ثاني ديري هذا الترويج وريلها إلا التلامي تعرضي لهم ويبغي شروك فهمتوني لبنات وإلا رحي كما تعرفوا ما وقع التواصل الاجتماعي رهم أفضل مكان للترويج أهلا تروحي الكاش تحطي في صفحة ولا تروحي الهدوك اللي قغوب انتع بيع الشراء حسب المنطقة تعك مثلا بيع الشراء تعواهرا ولا كنتي مثلا في مستغالي فهمتوا الشيريات قولي لهم السعر يتواصلوا معك ستقوني رح أنجح مشروع ممكن أنكم تعمروا منها الحصالة تساعكم كما قلت لكم نصيحة بزف بزف مهمة نتمنى أنكم اللبنات تدوها بعين الاعتبار مكاش منها تع كنت تحطي هذه السلة هنا مكاش اللبنات اللي غادي يحرك حما بلاستها كما تحركيها شانتي هذا هو المفهوم انتع الحصالة إلا ما عمرتها شانتي إلا ما كما نقولوا دبرتيش مصروفك خاصة مثلا اللبنات اللي شهريتهم ولا شهريت الازواجتهم قليلة بزف يعاونوا راحهم بهذا المشاريع كما راكم تشوفوا هذا القالون وهذا إلا خدمتي كونتيتي كبيرة وعرفتي باللي تمشت لك السلعة روح يشري بالقالون عفوا بالبوبينات أحسن ما تروحيش تشري كما نقولوا بالمترة بالزوش ما كبداية بدي بحاجة قليلة وشوف الخدمة إلا تمشت أكيد لمنات أي إنسان يتوكل على ربي ويسعى في الخير ربي غادي يعاونه بزف بزف وهنا بالنسبة لهذا كياس الخيش لبنات درتهم بنفس هذا اللي راه في الشكارة تلقوا هذا الجهة الخشينة هي اللي خدمت بها اليدين هاته هو المشروع التاعية عنها اليوم إن شاء الله برك يكون الإعجابكم كما قلت لكم هادوك الصغار انت على الخيش تحسبوهم 23 ميل أراكم بالفايدا وحاجة مليحة انك تجيب هذيك الحصالات دايما حطي منها بحتي ربعة ربعة غادي تحولك بصوام ميل ألوش تديري تقلعي فامي لدخلها في الحصالات تاعك وتزيدي تشري صوالح وتزيدي تخدمي ونفس الشيء بالنسبة للأخرى وهكا توخري دراهم الحصالات ولا التوفير تاعك ودراهم الأخرين تعاودي تشري بهم السلحة وبهذا الطريقة هذي يقول لهم لبنات المشاريع الموسمية تبعي أي مناسبة خدمي المشروع اللي تعرفيه تمشى في هذيك المناسبة نصدر وكراهيم عنده هذا كشرى الولدة أنا نشري البنتي بهادي الطريقة لبنات ولا عندك جاراتك حباباتك ووري لهم الخدمات سعك وهاكا يشلوا لوليدتهم كان هذا هو الفيديو تعييه انت عنها اليوم إن شاء الله نكون تخفي فاضري فعليكم إن شاء الله كنتوا استفدتوا معي حباباتي اللي بغت مشاريع كما هذو وبطريقة التسويق معليكم غيت خلوا لي في السعليق كاتروا لي لي جم ولي وصلت معي حتى هذي دقيقة وما درت تجم قولك يا حبيبتي شاكل قارعي خلي لي جم حكا باش الفيديو يضلع ويضي حقها في المشاهدة الى هنا مبقى لي غير استودعكم الله الى فيديو اخر سلام